أوجه الرئيس عبد الفتاح سيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع مشيدا بأدائه المميز وجهوده الرائعة التي تستحق كل التقدير وأقدم الرئيس سيسي التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين متمنيا مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل كما توجه رئيس سيسي بتحية تقدير للأداء المشرف للفريق التونسي الشقيق توجه وزير الخارجية سامح شكري من باريس إلى العاصمة البلنجيكية بروكسل وذلك للمشاركة في اجتماع مشترك لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية وذلك لبحث الأوضاع في غزة وأوضحت وزارة الخارجية أن الزيارة تأتي في إطار التحركات العربية المتواصلة الساعية لتكثيف التشاور مع الأطراف الأوروبية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية أو امتداد دائرة العنف لمناطق أخرى في المنطقة استشهدت طفلة وأصيب آخرون إثر قصفين الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا شمال ذا رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة فلسطينية في منطقة خربة العدسة ما أدى لاستشهاد الطفلة وإصابة وفقدان آخرين كما قصفت مطفعية الاحتلال للمنطق الغربية لمخيم جبالية بالتزامن مع التواغل آليات الاحتلال المستمر في المخيم منذ أسبوع عيدة أعلن الجيش الأمريكي أن أربع سفن تابعة له تدعم عمل الرصيف العائم لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة جان حتى وسط الأمواج وقالت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي سانت كوم في بيان إن سفينتين من الأربع سفن ترسوان على الشاطئ قرب ترسو وعلى قرب من الشاطئ بينما السفينتين الثالثة وربعة ترسوان قرب عسقلان لقي عدد من الأشخاص مصرهم جراء حريق اندلع في منتزة مقتض في الهند وقال مسؤولون هنود إن الحريق أودى بحياة 24 شخصا معظمهم من الأطفال بينما نقل ستة آخرون إلى المستشفى وأشار المسؤولون إلى أن الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص لاستجوابهم بشأن الحادث أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزال انبلغت شدته 6.4 درجة على مقياس رختر درب جزر فانوتاو في جنوب المحيط الهادي وأضاف المركز الأوروبي أن الزلزال وقع على عمق 25 كيلو مترا ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع عضران بشرية أو مدية جراء الزلزال موسيقى